عبر الأقمار الصناعية من بغداد مع دكتور معتاز عبد الحميد محيي مدير المركز الجمهوري للبحث الأمنية والستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتاز ما أوجه الاختلاف بين الموصل وتلعفر وبالتالي كيف ستكون من خلال هذا على الأرض طبعا اختلاف كبير جدا يعني بالمساحة والسكان أيضا وأيضا بالأحياء الموجودة هناك 25 حي موجود في قضاء تلعفر قضاء تلعفر كبير جدا يحاط بقرى وأرياف ومناطق زراعية استولى عليها الداعش منذ أكثر من سنتين لهذه المنطقة السراتيجية والمهمة القريبة من حدود العراقية التركية وأيضا لا ننسى هناك قيادات قد هربت منذ فترة ليس بالقصيرة من الموصل باتجاه هذه المدينة قبل اندلاع المعارك عن طريق الأنفاق وعن طريق كذلك استغلال التضاريس وكذلك هناك من هرب هؤلاء القيادات إلى هذه المدينة إذن ينتظر القوات العراقية خط الشروع الأول وسعة الصفر القيام بهذه المعركة التي في رأيها ستطول وليس قصيرة كما ذكر أحد الضباط في هذا الموضوع طيب داعش كيف سيكون أداؤه في تلعفر هي سيقوم طبعا بسياسة الأرض المحروقة كما يقول الكثير اليوم بأنه أعلن بأن هذا المقر البديل بعد خسارة الموصل ولكن في نفس الوقت إلى أي درجة هو ستنزف بالموصل يعني لا ننسى لم تحصل معركة حاسمة منذ أكثر من سنتين في هذه المنطقة قيادات الحاج الشعبي قامت بعملية تنظيف قريبة جدا من مقر هذه القضاء ونظفت أكثر من عشرين قرية وقطعت طرق الإمدادات ولكن المشكلة حاليا تواجد قيادات غير معروفة لدى القيادات العراقية وكذلك متى استعدادها وتمكنها في عمل تنزاف مستمرة مع القوات العراقية كما حدث في الموصل وكذلك السكان وعدد السكان الباقيين في القضاء وهناك مطالب من قبل الحكومة التركية وهناك تركمان موجودين يجب أن تكون لهم خطوط إمداد وخطوط آمن لخروج هؤلاء التركمان برؤية تركية وهناك رؤية كذلك لأقيم كردستان في هذا الموضوع وهناك رؤية كذلك عراقية في موعد إنجاز هذه المهمة التي تعتبر مهمة كبيرة جدا للقوات العراقية في المستقبل طيب من جديد إلى أي درجة لو نفند أكثر ستختلف هذه المعركة من خلال جغرافية التلعفار قلت أنه فيها أحياء كثيرة جدا نتحدث حوالي عن 25 حيا جغرافيا كنا نتحدث خاصة بساحل أيمن عن أزقة وشوارع ضيقة وحرب عصبات كيف ستختلف هذه المعركة؟ حرب المدن كما تعرفين تختلف اختلاف كبير جدا عن مناطق العراق مدينة الموصل سمرت تحلية 8 شهر ولكن هذا القضاء كما ذكرت هناك تكويل شكاني خاص هناك كذلك أحياء منفتحة وقريبة على الحدود ماذا يعني هذا بالنسبة للعمل العسكري؟ يعني العمل يجب أن تضع خطة جديدة وخطة هذه العسكري تتبنى هذه المفاهيم التي ذكرتها خوفا من سقوط ضحايا من القوات العراقية وكذلك مدى قوة المسلحي داعش وهروبهم إلى مناطق أخرى وهذا هو ما محتمل عندما تجتد المعارك وتجد عملات الاستنزاب بالتوجه من قاعدة تلعفر عسكري أو مطار تلعفر إلى داخل المدينة إذن نحن أمام وضع خاص يختلف عن بقية المناطق كما حاليا من قتال في منطقة الشرقات القريبة من ضفاف ذهر دجلة أو الحويجة أو المناطق التي لا تزال تعتبر غير آمنة في مناطق غرب الفرات فهذه المناطق تختلف منطقة عن منطقة من ناحية السكان والتضاريس وكذلك من ناحية المساحة الجغرافية ومساحة قوة تواجد العدو وإمكانية الدفاع عن هذه المدينة برؤية سراتيجية ورؤية عسكرية ورؤية كذلك استخبارية من هذه المعايير يجب أن توضع القوات العراقية خطة خاصة لكل مدينة من هذا المدن أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور موتاز عبد الحميد محيي مدير المركز الجمهوري للبحث الأمنية والستراتيجية كنت معنا عبر أقمار سنعين بغداد شكرا